النهاردة ببزور الارعي دية عملنا بنكرياس صناعي بس مش هي الوحدة لا ضيفنا عليها مكونين اتنين كمان وعملنا الكوب ده الكوب ده بيسموه بنكرياس الصناعي ايوة زي ما انتم اسمعتوا كده بنكرياس صناعي من بزور اليقطين ومكونين سحريين تح اللهم مع بعض فاطلع المكون ده في الله بنا بقى نشوف الفيديو نشوف المدة اللي هناخدها فيها الوصفة والمدة تقدي ايه و ايه افضل طريقة تجيب نتيجة سريعة يلا بنا ان شاء الله النهاردة معانا بنكرياس صناعي هنعمله مع بعض وصفة بالزبط هي بنكرياس صناعي ايوة زي ما انتم اسمعتوا كده تلت مكونات اخطر من بعض افضل من بعض بس هتتعمل بالطريقة اللي انا هقولها لكم والكوب اللي هيستخدمه حتى الاطفال هيستخدمه عدد معين من الاكواب في اليوم والكوبال ليهم اكواب مختلفة ايه بقى الوصفة دي و ايه مكوناتها و ليه مكوناتها دي بيسموها بنكرياس صناعي كل المعلومات اللي حابين تعرفوها و ازاي الوصفة بتتعمل و هتتخد لكم ولا هتفضلي ماشي على العلاج و انت بتاخد الوصفة ولا لا و ازاي تجيبي نتيجة سريعة تعملي حاجات هقولك عليها لو عملتيها و التزمت بها تجيبي نتيجة كويسة و مضمونة و سريعة يلا بنا بقى نشوف الوصفة و ايه تلات مكونات و ازاي نعملهم و ازاي نعملهم في الكوب ده و نشربهم ياريب بقى اللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك و يفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد و تشيروا الفيديو ده وتعملوله لايك يا جماعة يلا بنا نخش بالتلات مكونات ايه التلات مكونات اللي معنا اول حاجة هنبتدي بالسمسم اول مكونات معنا هوا سمسم تالي مكونات معنا هي بزور القرع او اليقطين تالت مكونات معنا هو القهوة دي اجماعة بالجرامات هقولكو عليها طبعا و احنا جاين نعمل الوصفة عشان ما انسهاش في اخر الوصفة هقولكم عليها عشان تبقوا فاكرينها برضو معي عشان لو انا انسيتها اول حاجة هنجيب قد ايه هنجيب خمسين جرام من السمسم زي ما انتوا شايفين كده خمسين جرام سمسم وبعدين هنجيب ميت جرام من بزور اليقطين او القرع ثم هنجيب خمسة جرام من القهوة يبقى انتوا عرفتوا كده عشان بس لو نسينا خمسين جرام سمسم ميت جرام قرع او اليقطين و خمسة جرام بس من القهوة او البن العربي تعالوا بقى نشوف ليه المكونات دي بيسمون بنكرياس صناعي وهل هم مفيدين فعلا و ازاي ناخدهم تعالوا اول حاجة هنبتدي بيها هو القرع العسل القرع او اليقطين ده بيسمون بنكرياس او الانسولين يا جماعة ده بديل الانسولين ليه القرع ذات نفسه فيه ماغنيسيام و فيه بوتاسيام فمفيق جدا زي ما انتوا عارفين الماغنيسيام هي مادة رئيسية و مهمة جدا لبنكرياس عشان تتحفز وتبتدي تشتغل اما البوتاسيام ففي اليقطين هنا مهم برضو بيزبط على فكرة البوتاسيام ده من اهم الحاجات برضو ليه السكر والانسولين عشان يشتغل و مهم لضغط الدم فلزلك اليقطين او القرع بيخفض مسترس سكر في الدم طيب بعد كده بيعمل ايه اليقطين ده طيب مهم جدا جدا و مهم جدا في انه بيحتوي على فيتامين الف و ده زي ما انتوا عارفين فيتامين الف مهم للبصر والبصر و انتوا عارفين اخطر حاجة بتتأثر بالسكري فمهم جدا جدا برضو هنا كمعلومة ان هو فيه فيتامين الف برضو بيقلل امتصاص السكر و بيشتغل عن طريق الكبد فبالتالي بينظم حركة السكر في الدم مش بس كده لا لقوا ان الارع دوت او اليقطين لقوا من الحاجات المهمة اوي اوي في ان هي بتقلل الدهون السلسية و دي حاجة مصاحبة اصلا لمرض السكر فهو بيقلل اه هو فويده بتير ولا تعد ولا تحصل حتى انا في القناة لو قلبتوا في الكناة و شفت الفيديوهات هتلاقييني كتبة كده علاج السكر بالارع او اليقطين اه كل المعلومات اللي عايزينها عن اليقطين مفيدة جدا لمرض السكري و للمضاعفات طيب نخش على تاني حاجة معانا وهي السمسم السمسم ده جماعة من الحاجات المهمة اوي 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 لمرض السكري ليه السمسم ده مرضو انا عامل عليه حلقة برضو في القناة عن اكتبي كده في البحث فوائد السمسم لمرض السكري او السمسم للسكر السمسم مهم جدا لمرض السكري نوع تاني خصوصا نوع تاني ليه لانه بتوفر فيه السمسم ده عنصر الماغنيسيام الماغنيسيام المهم اوي انه بيطلع الانسولين لأني أنتوا عارفين أن السكر نوع تاني مشكلته في حاجة وهي أن الانسولين مش بيطلع كويس فبالتالي السمسم من المواد اللي بتحفز الجسم أن هو يطلع انسولين تاني حاجة بيعالجها السمسم وحاجة مهمة أوي أوي بتعالج حاجة اسمها مقاومة انسولين بمعنى أن دلوقتي الانسولين مفروض يدخل السكر في الجسم في الخلايا فلما يجي يدخل السكر في الخلايا مش بيعرف الخلايا بتزقه accepted toedge و אתبعدهł عشان ما يدخلش السوowania فبيسموه مقاومة انسولين دي بتظهر اكتر في الناس اللي وزنهم كبير او وزنهم عدي شوية ووزنهم زايد او ان عندهم دهون كتير وغير فالسمسم مهم هنا تمام في احماض بيزود حساسية الجسم للانسولين بمعنى ان اقل نسبة في الجسم من الانسولين بتقدر ان يتشغل الجسم وتدخل السكر في الدم وتزبط فالسمسم مفيد اوي 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 المريض السكر خصوصا في الوصفة دي كمان هبقى معانا اخر عنصر معانا وهي القهوة العربي او البن ليه بقى مفيدة القهوة او البن فيها حمض مفيد اوي اوي اسمه الكولوروجينيك ده حمض مهم جدا عشان الانسولين واستقبال الانسولين وتشغيل الانسولين وتزبيط السكر في الدم فالثلاثة مع بعض بيسموهم بن كريا الصناع وهم فعلا بن كريا الصناع تعالوا بنا نشوف بقى ازاي هنعمل الوصفة وازاي ناخدها وهل نستمر عليها المدة الدقيقة لكله بقى اللي هنبتدي نقوله دلوقتي يعرفته انك دلوقتي ملخص اللي قلناه انه هم مفيدين لتزبيط مصدادة سكر في الدم وعلاج مقاومة الانسولين ومش بس كده لا الارع زي ما انتم عارفين بيزبط ضغط الدم وبيزبط الدهون السلسية والكولسترولي اللي زايدة عند مريض السكر تاب نعملها ازاي بقى هتاخد الثلاث مكونات دول وتضربيهم في الخلط او في الكبة يكون عند الكبة كده او حاجة تضربي الثلاثة دول مع بعض بعد ما تضربيهم هيطلع معاك المكون ده هنعمل اي بقى و ازاي نستخدمهم يبقى هتاخدى دول تضحنيهم مع بعض كده التلاتة كده تضحنوا خالص تمام عرفتي مقاديرهم ايه عشان بس الناس اللي نسيت هتاخدى من السمسم حوالي خمسين جرام ومن القرع حوالي مية جرام ومن القهوة حوالي خمسة جرام فكده المقادير نتحنهم بقى ونجيبهم هنا اول ما نتحنهم تجيبي مية سخنة تكون مسخنة مية في كتل مثلا وتبدأي تضيفي عليها معلقة معلقة يدي عشان معلقة كبيرة معلقة تشاي منه وتسيبيها لمدة قد ايه هتسيبيها لمدة حوالي عشر دقيق كده تبرد وبعدين تشربيها طب هنستخدمها ازاي بقى بس وهي بتبرد كده يا جماعة تحاول تحط عليها حاجة عشان البخار بتاعها عشان هو المادة الرئيسية لان كل المواد اللي بنستخدمها طبعا مواد متطايرة البكونات دي لازم تتحط في كبه تتطحن وهيطلع عليك المكون ده معاك وبعدين نحطهم هتلع الكوب ده ناخده الكوب ده ازاي بقى بصوا في حاجة مهمة احنا هنا استخدمنا مية مغلية صح؟ فيه ناس بقى بيستخدموا حاجة تانية اللي هي اللبن خالد دسم وده مفيد وده ممكن تستخدمين للاطفال خصوصا تبدلي المية السخنة اللي احنا استخدمناها بلبن خالد دسم تمام؟ وممكن للكوبار برضا هتقول الأطفال هتخدوه كم مرة في اليوم هتخدو كوب واحد منه في اليوم واحد بس كوب زي ده أما الناس الكبار هتخدو كوبين في اليوم هتخدو كوبين هنمش عليهم لمدة أدئة لمدة 21 يوم تمام؟ طيب بعد كده في حاجة مهم هنمش عليها لمدة 21 يوم بعد كده هتلاحظي ان انت الأدوال اللي كنت تبتخدوها الإنسولين بدأ كميته تقل لماذا؟ بدأ الدنيا تتزبط ده كله هنأخدو تحت استشارة طبيب تسألي طبيبك وتقولي له أنا عملت وصفة من كذا كذا وهنشوف بتتبع أصلا بحاجة اسمها سكر تراكمي أكيد انت عارف طيب عشان أجيب نتيجة سريعة أعمل إيه؟ قدامك ثلاث حاجات لازم تعملهم أول حاجة لازم تعتني بالأكل بتاعك مقصوب بكلمة تهتمي بالأكل بتاعك انك تقليل السكريات وتقليل الدهون عشان إحنا أصلا في المواد اللي احنا قلناها سم سم وغيره بتزود وتقليل مقومة الإنسولين فعشان يشتغلوا لازم حضرتك يكون وزنك كويس والدون اللي في دم كويس لا إيه لا يعني وما يكونش فيه أضرار دهون ضرة في الدم فلذلك لازم تزبطي إيه؟ أكلك وتقليل السكريات والدوم ثاني حاجة حاجة مهمة قوي قوي انك تعملي حاجة رياضة طب أنا دلوقتي قادة ما بقدرش أقوم وغيره الرياضة مش المقصوب بها رياضة عنيفة ممكن مثلا أقل الشيء انك تحرك دراعك وانت قاعد تحرك رجليك حضرتك بتحب الرياضة البسيطة ركوب العجل طيب في ناس دلوقتي حاجة مهمة قوي قوي برضه ان هما يتابعوا السكر بتاعهم كل ست شهور يعني ويتطمنوا بقى على القياسات السكر والسكر التراكمي وغيره فلو تبعت وزبطت الدنيا الدنيا ستتضبط معاكم ويتحس في فرق فكده عرفت الثلاث مكونات وازاي حضرتك انك تجيب نتيجة كويس يبقى ديت بانكرياس طبيق صناعة هي عملناها بيه ثلاث مكونات تحرناهم في الكبه طلعت معايا الخليط ده هنستخدم منه معلقة لو حد كبير هاخد ايه كوبين منه في اليوم لو طفل صغير كوب واحد في اليوم يكفيه فكده الوصفة ولو اي حد لي تعليق او سؤال او اي حاجة يكتبها تحت ولو حد عمل وصفة يكتب ويقول هي فديته ولا ما فديتهش وغيره لو حصل لك اي تحسس من الحاجات دي لازم توقفها فورا والادوية لازم تمشي عليها مش هنوقف اي ادوية خالص هتمشي عليها للنهاية وتمشي بمتابعة واستشهرة الطبي كل دي المعلومات في الفيديو والله كل المعلومات مفيدة جدا جدا فهلدت تابعيها قبل ما تاخد اي حاجة بحاسة عنها عنت عشان تعرفي فوايدتها وشكرا جدا ليك اشتركوا في القناة وشكرا جدا اشتركوا في القناة وشكرا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة